بضيفك الكريم هشام بعود أهلاً إيمان وضيفي الكريم هو هشام بعود لعب سبق وفاق ستيف وإطار بمديرية شباب ورياضة ومترشح أيضاً لرئاسة وفاق ستيف هشام وسهل خير مرحباً وسهل خير حكيم وسهل خير الأخت أهلاً وسهلاً مشاهدي الكرام قبل أن نبدأ في الحديث نتحدث عند ما قاله رئيس وفاق ستيف حسن حمار أنه يتحمل جزء من مسؤولية إقساء الفريق من دور المجموعة لرابطة أبطال أفريقيا كاملة رفضاً أن تحمل للعبين أو التقم الفني مشيراً أن الفريق سيعود بقوة في البطولة ويتوج بلقب في نهاية الموسم نتابع تسير في ميكروفون كامل به هذه كورة قدم نظن بأن الأنصار كل مقابلة لازم يربحوا الفريق لا كان فريق في العالم لكل مقابلة يربحها كاين نخطأ لتعاملوا نتحملهم أنا ما كان لتقم فني لا لعبين لا ولو أنا لتحملهم إن شاء الله نعملوا إن شاء الله في نهاية الموسم إن شاء الله نجيبوا المهمي شوزيسة نجيبوا ألقاف في نهاية الموسم إذن هذا هو تصريح رئيس وفاق ستيف حسن حمار بعد الخسارة بثلاثية أمام اتحاد العاصمة خروج من ربيطات أبطال إفريقيا فريق وفاق ستيف المتوجه هشام كتصريح ربما لرئيس وفاق ستيف حسن حمار يتحمل مسؤولية يقول أنا أعترف بأنني أتحمل مسؤولية لا تحملها للعبين أو حتى للتقم الفني يعني هذه حقيقة لازم عدية أنه يتحمل لأنه هو اللي قام بالانتدابات وهو اللي صرح اللاعبين من الفريق حتى ما أنه هو اللي يتحمل مسؤولية الإقصاء لأنه يعني لو كان قدر يعني يقنع اللاعبية الركيز يستوعه بشي جد ما كناش نتقصد بهذه الطريقة وش تقصد؟ تقصد ربما أنه طريقة السيليئة حسن حمار يعني كانت فاشلة هي اللي خلت خروج وفاق ستيفين صحة تعبير بن قوسين فاشلة هي اللي كانت وراء خروج وفاق ستيف من رابطة أبطال إفريقيا وهو الفريق المتوج يعني أكيد أنا ما نقولش فاشلة وإنما أنها طريقة غير ذكية والله طريقة يعني لكلفة الوفاق الإقصاء لأنه لو كان يعني عرف كيفاش يسير الفريق في هذه المرحلة خاصة بعد انتعيش الخازينة وعرف كيفاش يعني يقنع الركائز وعرف كيفاش يجيب يعني دورون فرسو موغ يعني باش كان عاون الفريق تاعه ما كناش نخرجه بهذا الطريق يعني حبي تقول أنه هذا حسن حمار لأحد يقول بل في شل موسم فارد لأنه الفريق اللي يتوج بالبطولة ويتوج برابطة أبطال إفريقيا وفريق اللي يضرب به المثل في إفريقيا هذا الموسم بين عشية وضحاها أصبح فريق نقولوا عليه فاشل أخي أنا مقدرش أقولك فاشل وإنما يعني بحكم التجربة التاعي في ميدان كورت قدم أولا كرياضي سابق أو كمناصر والفريق اللي تعودنا عليه يعني في سطيف نحن نرى نبعاد بزاف على المستوى اللي نحبوه يكون في فريق وفاق سطيف وقعنا فريق وفاق سطيف نحن نحب هنا يخش العالمية كما ذكر فريق الأهلي ولا تيبي مازامبي ولا شغل يعني كي تشوف فريق تاكي يلعب بثمتع ولكن هشام عفل على المقاطعة لما تقول للأهلي وتتقول للترجي وتتقول للنوادي كثيرة مثل الزمالك أو تيبي مازامبي الوفاق أحسن أفضل فريق معتبار النتوج الموسم الفارض يعني هو الأفضل الآن أحسن فريق حتى قبل البيع ما دام أقصية ما تبقاش أحسن فريق ولو كان يعني كنا نعرفوا كيفاش نسيروا فريق تاعنا تحسنا لو كاننا قدرنا نكمله يعني ما نكونش أحسن فريق ولا ما بين أحسن الفريق يعني تشوف فريق مثلا الأهلي المصري يفوز بدور رابط الأبطال العمل منه راه يزيد يديها ومن بعد العمل منه راه ما يتقصيش في الأدوار الأولى تشوفت فريق تابي مازانبي يديها نعمني من وراء يوحف النهائي طارد جي كيف كيف حنا ديناها بضربة حظ ونقول لك جيب أي محل في كورة قدم واحد ما رح يقول لك بلي يعني فريق تاوي في قصطيف اللي عملي فات باركور ليدير وفي راح كان مدروس والله كان متفوق عن الفرق الأخرى وكان زمهم يعني ما كانوش أي محل يقول لك بلي ضربة عزيايا ولا ضربة عيونس في مازانبي تأكد بلي الحظ كامني جانب فريق فقصطيف بزاف والحظ عامل من عوام الكورة القدم يعني صرحوا على الناس كبار ذوك زيدا يعني يقول لك يعني يعني ليه هم انت الآن كمناصر أو حتى واحد متتبع كورة القدم يقول لك أنه العبرة بالنتائج والعبرة بالخواتيم الوفقصطيف توج الموسم الفارق بالحظ أو بدون حظ المهم توج لا هو توج ولكن وراء الاستمرارية وكان اليوم اديت باش نأكد بلي أنا قوي لازم نكمل نبقى في المينة يقول لك مش صعب أنك توصل تقدر توصل للقمة ولكن الصعب باش تبقى في القمة هذا كوى الأصعب يعني احنا كي وصلنا لهم دي ثات نرمال ما احنا لو كان عرفنا كيفاش نسير وكل أمو كمنا الفوق من عود شنا هبطوا شي كريم أخطأ لي ربما هشام أوت كلاعب سابق وأيضا واحد إطار في مدرية شباب والرياضة الأمور اللي تعاب على رئيس وفاق السطيف حسن حمار هذا الموسم على الأقل هذا الموسم أخي الأمور اللي تعاب على حسن حمار هذا الموسم هي طريق الانتبادات وطريق التسريحات يعني باش نطلق من ربعة إلى خمس مدافعين ونركريتي مدافع ونطلق قراء كائز تاوي الفريق ونجيب ناس اللي ما تمتش إضافة ربيد ونحنا نحتاجوها في ذاك الموقع وكانك يجيب لعب لازم يكون واجد يدخل ديركت تشوف عاودي أي أخزان في البارح تخلي مركا احنا روحونا جيبنا لعبين وما ما قولكش ما محدودين في المستوى منزل تشوفونا بس عمشي في الوقت الحالي وحنا كنا نحتاجوه في الوقت الحالي لعبين تقدر تشوفهم في الفيديو لأنه الكثير من لعبين ربما تم استخدامهم بالفيديو خلينا هشام قمعنا إذا كان ممكن طبعا انتبعوا ماذا قال مدرب وفاق استيف خردين ماضوي الذي قال أنه دعا إلى تجاوز طبعا الإقصاء واعتباره من الماضي والتركيز على البطولة مضيفا أنه واجه عدة مشاكل في منافسة الإفريقية التي كان أبرزها محدودية التعداد في حين كشف قلب الهجوم محمد بن يطو أن مغادرة ركائز الموسم الفارد السبب في إقصاء الوفاق العديد من اللعبين ممشي لعبوا أيضا في كأس رابط أبطال إفريقيا تقريبا نلقى روحي بتشكيلتين سواء كأس رابط أبطال إفريقيا أو الدوري الجزاري الآن صفحة أو مغامرة كأس رابط أبطال إفريقيا تصبح من الماضي لازم نساوها وتبدأ يعني الموسم نظن يبدأ اليوم الموسم ليو فاقستي فرح يبدأ من هذه المباراة المباراة أمام تحد عصمة عدنا مباراة أمام هذا الفريق ولو من ناحية المعنوية نظن تحد عصمة إخذاء يعني أنا صندوق بسيكولوجيا كانت صعبة بعد مغادرة فرسك عدة لاعبين كغادر الفريق اللي كانوا من بين الركائز وما بدين نش مليح في الفاصل وثور تعل المجموعات هذي هشام من خلال حديث اللاعب وكأنه اعتراف ضمني أنه سياسة الإدارة في الانتدابات وفي مغادرة بعض اللاعبين كانت السبب مباشر في هذا الإقصاء بالنسبة للوفاق نفس شي اللي قلت وانا وحاو تأكد لك محمد بن يطو نحن كانوا مثال في كورة قادم يقول لك نحن نحن لا نغير الفريق الفائز وفريق انتدت به تشمبيونز ديك وطماتيكيا رح يكون هذا هو الفريق أحسن في إفريقيا مدام رأوا أحسن في إفريقيا مع أنت اللاعبين توقعهم بارميلي ميرجول في الأفريق يعني كي تروح تتلع تسرحهم وبوش من طريقة تسرحوا تسرحوش يعني بطريقة وين خيار قال فني قال مدرب ما سعدوهش هالجوار الفريق هشام في كل مرة أصبح يفقد الكثير من اللعبين الكثير من الركائز لصالح مرودية الجزائر أو اتحاد العاصمة وكأن الفريق ربما يفتقد لما عندهش مال لذلك ما قدرش يحافظ على اللعبين هشام نقطة لك تحضر على هذا هو الدليل على تسير العشوائي للإدارة الحالية باش أنا نجيب لعب وينو يكون هذا اللعب مش واحد ما يسمع به ونعطيه الفرصة باش يبرز وباش يقول لعب كبير وبعد تديه لفريق في الجزائر أنا ضد هذه الفكرة أنا لو كان جيليانا أنا اللعب نتمنى يروح لأوروبا ويدخل لي مبيغ للفريق نتمنى يروح للخالج وتستفيد منه الفريق ماديا أو يقعد لي في الفريق نقول لك حاجة يا أخي بوك الفريق تحت الحراش ما احترام بالفريق تحت الحراش ولا راحوا لعيبين من تحت الحراش لفرق أخرى فرق تحت الحراش ما يقدرش يمد لصالير تا 250 مليون و120 مليون للعب حنا في استفران نمدوا هذا لصالير أنا وراها اللغز علش اللعبين تواعنا يروحوا الفرق أخرى هشام وقالت بالرئيس السابق سرار اللي كنت نتعوض في مكتبه المسير وقريب منه ما الفرق بين فترة سرار والفترة الحالية لحمار الفرق هو واضح هو أنه سرار تقني في الرياضة ويعرف كورة القدم مشين جمل فيه ولكن هذه حقيقة سرار كان كينتاد بلاعبين ولكن يكون فريق يخمم على روح الفريق يخمم على الفريق فنيا كيفش رح يظهر ما يمجي بالمدرب ليتأقلم مع هذوك اللاعبين ليكون قدهم تسمعني يكون مكمول حمار شغل مد اللي قال لك أنا مشي أنا لريكريتي خلي المدرب هو لريكريتي مدده صلاحية المدرب لكنه يدخل في الانتدابات وفي التسريحات واللي خلى تلمو هو موج إنسان تعلم الميدان حبوله نكره حمار ذوك يعطيه الصحة على وجدار وذلك نشكروه ولكنه عمره ولا لعب كورة القدم ولا قرأ كورة القدم هجاب بعود كلامك واضح هل الان انت من المطالبين بمغادرة حسن حمار من إدارة وفاق سطيف ولا من رئاس وفاق سطيف أخي أنا حقيقة أنا أول واحد من هذا الناس اللي رمحة بين الإدارة الحالية تمشي أنت واحد مترشح لرئاس وفاق سطيف هل أنت قادر على رئاسة فريق بحجم وفاق سطيف أخي نظن أنه القانون الجزائري يسمح الواحد شاب في عمر 30 سنة أن يكون برلماني ليشرع الربعين مليون جزائري فما بالك تسير نادي اللي رأوا جمعية رياضية ماغري هو كبير هذا الفريق وإنما أنا بالنسبة لي برب إن شاء الله قادر ونزل نعطيك حاجة سوسو بول حبيب بدأ شمبيونه في دوري الجزائري عراج 28 طن بعيدا على البرلمان وربما سياسة اصرف على الأيدي والتشرع إن كانوا يشرعون خذيني نتحدث في إمكانية رئاسك وفاقستيف أنت تملك المال وأنت إطار في موديلية شباب ورياض تملك المال أم تملك ناس ورائك هذا هو السؤال يطرح يا أخي بكل صراحة ما هدروا يعني البطولة الجزائرية أبار موسيو حدد ما كانش متحدك إلى كين بريزيدون في فريق واحدة أخر اللي رأوا يصرف من أمواله الخاصة أنا أملك ناس من وراي ما قدب شو عليك عندي ناس رائية بسندتني ولا رائية حبتني نكون ولكن نأكد لك بلي الناس كامل بريزيدون اللي رام في الجير يرام يمشيوا بإعانة الدولة بالسپنسور وأنا قادر نكون كما هذا الناس هشام وعود البعض أخي هذا أمر مفاجئ أنا حقيقة بكتس ننتظر في هذاك البعض اللي كتقدر عليه برشك وهما هذاك البعض يعني محرشين كما نقولو يعني كين ناس اللي راي من وراءهم اللي راي تقولهم بل يا موش تقول موش تقولوا موش تقولوا لأن هذا البعض ما يعرفونيش من حقهم أنهم يقولوا يعني يخافوا على النادي تحم ولكن أنا ما قلتش حاجة لتخليهم يديروا هكذا سمع أنا قلت أنا معارض للسياسة الحالية لهذا الرئيس وقلت بربي إن شاء الله رح عندي برنامجي ورح نتقدم ولا معطانيش ولا مخرجتش ماشي لو قل هشام بوعود أنت الآن أمام جمهور وفاق السطيف وأمام كل جمهور الجزائري أنت هشام بوعود ماذا تملك من ربما برنامج ولا شي لك تعد به هذا أنصار وفاق السطيف أخي أنا في برنامجي الحاجة الأولى والآخرة هي أني نقلب هيبة الفريق هيبة الفريق سوى فنيا أو في اللاعبين أنا نقلب الفريق هذا يول وجوه لاعبين كبار كما كنا نشوفه فيه في موسم السابقة أنا ما نجيبش لاعب لي ما عنده حتى معنا ونحبنا نستنى بهيو بروس بهيو اللي عنده معنا أنا ماذبية نجيب لاعبين اللي في المستوى تحفيريق وفاق السطيف ما نكذبش عليك أنا كي نشوف في البارح فريق الاتحاد العاصمة شوف أن بالليلي تفرح أنا ماذبية فريق وفاق السطيف نجيب واحد كما بالليلي معليش يكون صالة وطالة وإنما يستهل باش يلعب في فريق وفاق السطيف وباش يفرح أنصار وفاق السطيف جميل جدا حكم أعرفتك الجيدة لمحيط الوفاق هل تظن أن حمار سيستقيل من رئاسة وفاق السطيف أم أنها ربما مجرد مناورة على شكلة الكثير من الأسماء ورؤساء في الجزائر شوف أخ حكيم احنا على لسانه وشكال قال نستقيل في جوان نفات وستنينا باستقيل ما استقلش الحد الآن ثاني رأينا ننتظر وبرشك الحد الآن مازالنا في العهدات تاعه مش في فترة ترشيحات باش نقول قد نترشح ولا ما نترشح رأينا في العهدات تاعه حنا ننتظر وإلى رياجة وحب يجبت كي الناس يحب تشد كي الناس يحوس على يعني تمدل بليس وإضافة للفريق وفاق السطيف ولما تجبت شيء أخيرا ننتظر نهار تكون الفترة التي حاولنا نعم هشام بوعود يبقى معنا قبل أن نختم إمام في الثلاثين ثانية هشام بوعود أنصار وفاق السطيف ربما ينتظرون التغيير على الأقل من ناحية النتائج لأنه كبداية هكذا بداية سيئة ماذا تقول لهذا الجمهور أخي نتمنى يعني باش الفريق تاني يحودي رطراب يروحوا قبل ما يفوت الأوان باشك العاملي فات هكذا صالة المولودية للجزائر وينبدأ مش مليحن بعد وليجري غرب باشي ضمن البقاء نتمنى وإحنا نحودي يمشي وإن شاء الله ربي لي فيه الخير يجيب إن شاء الله هشام بوعود لعب وفاق السطيف سابق وإطافي مديرية شباب ورياضة ومترشح لرئاسة وفاق السطيف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا إيمان عودة إليك لاستكمال تسعين دقيقة تفضلي شكرا جزيلا لك حكيم ولضيفك للكريم وفي قبل أن نعلاج